عديد حنجيب من خير حنبقى جسم واحد يعني ما بتقعده والله إلا على جسسنا قسما بالله العظيم لو نشيل سلاح ما بتقعده والله بس سلاح وتقوم حرب أهلية عيني عينك لكن اتو ما بتحكمونا نحن اتو يعني جوس والله ما بتحكمونا والله العظيم ما بتحكمونا تقوم حرب أهلية تقوم الغيامة الرابطة يقوم أي حاجة ما بهمنا علينا وعلى هدانا لكن اتو في سلطة ما بتقعده رجالة بالسلاح ما بنا خليكم بالموت ما بنا خليكم بالسلمية بكل حاجة أي فهم معكم لأنه ذا وطن وطننا لما نمسكونا ناس تافهة لما نمسكونا ناس باعة لما نمسكو عملة معناته ياهو أحسن تقوم في حرب أهلية من نسع طالما فيه عملة فيه أحسن من نسع نبدأ نبدأ مننا الآن نبدأ جهادنا ضد العنصريين وضد الناس المعين ده أخلاق وضد الناس المعين ده شرف وضد الناس المعين ده فهم لأنه الآن ما في حكومة فيها واحد شريف واحد كده شريف في الحكومة الديني لا أكتبه ليه يقول لي ده شريف ما فيه حكومة من رئيسة ليه أصغر زول فيها كلهم عملوا مرتزغة ما فيهم راجل مكتوب راجل كده راجل كلهم حتالة بشر كلها رمم كلها خنايت ما فيها زول كده زول وراتهم لو فهمين عايشين على الشحدة مشاريعنا الوطنية شحدة مشروعنا الوطني كورة مشروعنا الوطني بيع للنغدة الدولي أصي منتظرين المنحة اللي بتجيه 450 الدين اللي بيجيه 450 مليون دولار منتظرينه بفرغ الصبر منتظرين 450 دولار حيديه لهم 450 مليون دولار حيديه لهم بنك النغدة الدولي كدير علي ظهرك انت الآن جبريل ميولوين ما عنده شغل ولا عنده انتاج بس منتظر دي وبيطلع بتافي هردول الانسان الرمة اللي ما عنده أي مواهل المحاصصة جابته المحاصصة الانسان اللي ما عنده فكر الانسان اللي ما عنده أي حاجة يقدمه له وطن بيطلع بيقولك بعد كده مفروض خلاص يحرروا الجنيه الرسمي يحرروا الدولار رسمي خلاص يعني الحياة حزيدة ضعافة ضعاف هما لاقي يقول سارق أو حرامي ولص وسارق ونايم وكل حاجة الشعب السودان يمشي يأكل من وين يا أردول يا قزر يا نتن يا إنسان ما عندك أي حاجة تقدمه لنا يا تافي الشعبي يأكل من وين إنتك تسري وإنت قاعد في كرسي أساسا نجسته مكانك طبلية بتاعت أنابيب وتبيع فيها في السوق المركزي ما عندك فهم فهمك شنو دبلوم من جامعة تفريغي العالمية دبلوم تقعد تمسك بها أكبر شركة في تاريخ السودان يا هل اقتصاد السوداني الدولي واحد تافي زيك إنت نحن ذاتنا ما تافين هل بتكون تافي إنت تتحكم فينا والله نحن أتفه شعب الله خلقه لأننا ما عارفين مصلحتنا وين والله العظيم ما عارفين مصلحتنا وين شركة زي دي أنا بجيب لها عالم شركة زي دي بجيب لها زول عالم فاهم عشان نطوره عشان تكون دعامة للإقتصاد السوداني أجيب لها زول دي بلوم أخد فيها واحد دي بلوم جايبه من وين إنسان بصر رضيه بدي بلوم واريته له جزء من الصورة ااريته له كم مشارك معانا في شارع فضل الاحتصام بهين شارد بهين قال له أرجع أرجع بنقول وديناك ونفيناك نفيته وين نفيته وين قال لنا نحن نفيته قال له أرجع أرجع ورجع ركب طيارة قال له رجعوني جوبا رجعوا جوبا وإحنا قاعدين حرسلين وطن ما شو نجي نقول سوداننا حيتقدم وانا وانت ما عندنا أي قيمة طلعنا عشان نجيب وطن عملنا شنو ما عملنا أي حاجة بنخلى أي زول مفروض إحنا نختاره بنجيبه شركة زي شركة المعادن السودانية دي مفروض نجيب فيها إنسان خبرة إنسان فاهم والله العظيم ممكن كانت تدعم الاقتصاد وممكن كانت تسهل علينا لكن جيبنا بنجيبنا إنسان ما عنده فكر إنسان ما عنده حاجة يقدمها إنسان جايب إنه محاصصة زي وزي أي وزير دلوك زي أي حكومة بتاعد دلاليك من دلوكة كبيرة لدلوكة صغيرة ما عندهم فكر ما عندهم مشروع وطني للآن سنتين ما طلعت ريحة بتاعت مشروع وطني إحنا ما عقول في حكومة محترمة ما عندها برنامج واضح بينزل كده للناس تشوف البرنامج بتاع الحكومة حكومة ما عندها برنامج البرنامج شنو بتاع الحكومة شحدة من مؤتمر مانحين لمؤتمر بتاع شحدة من مؤتمر ديون لمؤتمر بتاع حكومة ما عندها أي سياسات لا عندها خطة طويلة لا غصيرة المدى لا بعيدة المدى لا عندها حاجة يسيما فكر لا عندها حاجة يسيما إنتاج لا عندها شي واحنا نقعد انا وانت اي والله العظيم وحاتجي ما حاتجي الناس قبل ما يضيع وطنك ونبقى في خلاص دولة الناس شوف الغزة غزة كمال في كلهم بسيطين لكن شوفهم بدافعوا كيف ضد اليهود العالم شغل بيهم في عالم الآن شوفت لك زول من العالم دخل قال يحليلهم بيموتوا دافعوا عن نفسهم بيدهم لأنهم رجال لأنهم رجال لأنهم ما بيرضوا الحقارة نحن الشعب نقول بنرضى احنا اكتر شعب بقينا بنرضى الحقار واكتر شعب بقينا معندنا اخلاق ما تتكلم عن الشرف والتفاقد وما تتكلم عن الاخلاق وانت بعيد منا ما تتكلم عن الكرامة وعزة النفس ودفوناها لك في الواطن ما تتكلم شوف الشعوب شوف غزة شوف الفلسطينيين شوفهم شوف اتعلم منهم الوطنية في زول في العالم وقف معاهم احتجيش في الدنيا كلها في الشرغة الوسط ركوه خلوه يركع الان تلقابيب عبارة عن عبارة عن مخبأ كبير سجن الان في خمسة دقائق مئة وتلاتين ساروخ لتلقابيب جوه واحنا قاعدين شعب بسودان قدر شنو و43 مليون ونتحكم بانو بزول امي جاهل فاقدة الاخلاق زول رباطة عديم الاخلاق عديم الشرف وغالبنا نشيله وده اللي بيحاربوا في جيش ونين نقول احنا والله الشعب احنا ما ننتمي للعرب والله ان احنا نخجلنا من نقول كده والله العظيم غزة قدر كده نقطة في بحر نقطة الان بيحاربوا فيها والعالم كله بيتفرج ولا في زول جاب لا حاجة ولا في زول سوى ولا حاجة ولا في زول عمل لا حاجة طيران اسرائيلي احتطى طيران في العالم هزم مصر وهزم سوريا وهزم بخوي فيران في النهاية قدر على منو قدرت عليه وغزة غزة ليه لانها وطنية لانها شعب وطن نحن دارين نحتمد على منو على أمريكا تي Airbnb لنا بلدنا على أمريكا تي تنغزنا من جنجويد رباطها والله ما تنغزك من جنجويد ولا تنغزك من زم والله حمدت يدوسك في الواطل وإذا فينك حي والله اختصبك انت في نفسك وامك اختصبه وأبوك ذاته اختصبه والله ما في زول يقول يحليلك والله ما في زول يقول والله يا عمل ولا العالم اطلع يندد بحاجة العالم ما دا اللي زول ضعيف ما دا اللي زول ما فاهم حاجة دائر انسان بيتحرك دائر انسان بيطالب بيعرف حقوقه اشنو احنا دارين نقعد وفي البيوت والواحد يقعد ويرقود والله السودان الراجل السودان هسد يقعد فيه قهوة يحكي ويكذب وين وين قصص اخجل قصص الان بتتحكم بمستعمر الناس بتكاتل عشان تطلع المستعمر وانحنا بنجيب في المستعمر تعال احكيمنا وتعال ابن ليلة بلدنا عشان نبقى دولة تعال يا فولكر يا الماني يا متعلم احنا شعب سوداني جاهل تعال ابن ليلة بلدنا تعال زي الليلة بلدنا وسمح علينا لاننا احنا شعبي ما بنقدر نشتغل لاننا احنا شعبي كسلان لاننا احنا شعبي ما متعلم لاننا احنا شعبي ما عندنا غيمة تعال ابن ليلة يا مستعمر بلدنا ونقعد نتمنى نقول هاي بتتبني بابنها لك من مستعمر وانت قاعد حارس هاي اقعد احرس أقعد أحرس وقت عاكتب لي في السوداني والسوداني لكن بيبلوك بيجي يوم التاريخ ما بيرحب التاريخ التقالي لو كضب حقايق واحد نين تلات اربعة قصة عالم سوداني وبروف سوداني طلح طلس قصة أستاذ في الجامعة وبروف وعمد كله كضب لو أساسا عندنا برفات وعندنا علماء كانوا جاقوا عدو مسقوا البلد بنو الأهم بيبني لك منه بيبني لك مستعمر بيبني لك منه بيبني لك الرمة خالي السلي رئيس لجنتك اللي اقتصادي يمنو الجاهل الأمي حمدتي منو الجامعات دي احنا فاتحين اشنو ما نقلبها كذنوهات الجامعات دي ما نقلبها كليات حربية ولا نقلبها تجنيد جباري ولا نقلبها اي حاجة جامعة شنو جايين يتكلم عن الشرف وعن الاخلاق وعن الوطن وعن الوطنية والناس لما نقول لزول عائن ومتكل على التاني بيجينا شعب اتكالي كل زول متكل على التاني ما في حاجة بتجي ما في وطن بتجي الناس بتكاتل عن نقطة صغيرة في وطنها بتكاتل عن نقطة صغيرة واحنا عندنا وطن حدادي مدادي ما قادرين نقلع ما قادرين نقلع ما قادرين ننتج عندنا موية عندنا نيل عندنا معادن عندنا كل حاجة Planetysz أهم حاجة ما عندنا ولا دارين نتعلم ولا دارين نبغر ولا دارين نتطور ولا دارين أي حاجة دارين نقعد مع بعض وتكذب لي وكذب لك واخذ السفر ما في حاجة الناس تبقى رجال وتبقى لي وطنية يا والله العظيم باقي عمرك ده كله تعديوه بس يبله فيك والله يبله فيك والله العظيم تتبلب الذي يبلوه والله ما عندك خيار عشان كده الناس ترتب نفسه ده وطن بيضيع شوف الوطن معناته شنو عند الناس البره شوف الناس البره الوطن عنده معناته شنو غيم بلدك ما في وطن الشباب السعد طالعين ديه وبيضربوا فيهم بالرصاص زنبون شنو ليه ليه بضربوا فيهم يتقعد في بيتك جاب الجلابية وجيب الفطور وما تشتصاله وعمل النفطك تصلي شنو والله العظيم أنا ما بدي أخذ في حكم الله لكن صلاتك والله ما فايته مصلايتك طب مصلي لشنو انت عملتها شنو زهاتك دنيا الاسلام ده صلو صوم وخلاص دخلت الجنة وقدبت للناس حاجات كثيرة شباب بيموتوا في الشوارع وطن بيضيع منك اداك لن ربنا ما قدرت تحافظ عليه ما قدرت عملت حاجة والآن بيحكم فيك جانجويض رباطي وقاعد منبطح ولك أنه بيحكم فيك ولك أنه الوطن بس قاعد تأكل وتشرب زيك وزي أي جاموسة زي أي بقرة وتجي ماشي في شباب افتحوا ليه الطريق أنا مداخر السيارة وافتحوا ليه الطريق وأنا مداخر افتحوا ليه الطريق أنا مداخر وافتحوا ليه الطريق أنا مداخر عشان كده السودان ضاع وبيقى ما عنده هيبة ولا عنده عزة ولا عنده كرامة الناس توعى قبل فوات الأوان الناس تكون وطنية الوطنية ما حاجة الانسان تتعلموه اتعلموا الوطنية عشان تمشوا له قدامه وتبقوا شعب ووطني سوداننا بيتسارك خيراتنا بتتسارك غرارنا بتتسارك كله حاجة بالسري لو احنا قاعدين نتفرج احنا طلعنا ليسمح تزعت شرد يسبق عندنا مشكلة مع نافع براه شخصيا كده عندنا مشكلة مع العثمان شخصيا عندنا مشكلة مع البشير شخصيا ولا عندنا مشكلة مع السياسات اللي كانوا بانتهجوه عندنا مشكلة مع السياسات اللي كانوا بعملها في السودان عندنا مشكلة معهم كفكر كامل الآن اتغير شنو من الفكر حقهم نفس البكاس بتاعت الجهاز نفس الرصاص نفس العدم الحرية نفس المحتغلات نفس غرف الأجباح غرف الأجباح بيجيبوا لك فيها في التلفزيون ودي كانت زماني الآن ما فيه غرف أجباح يعني دي حاجة تغيرت جديدة يعني الآن جديدة غرف الأجباح حسي انتهت انتهت خلاص ما فيه غرف فيه غرف أجباح وفيه موت وفيه أسوع من اللون زمانك بيعزبونه بيطلعوا بيحكوا الآن ما فيه تعزيل فيه موت الآن بيحتغلوا ما فيه رجعة فيه موت أحسن زمانك ولا أسه أحسن زمانك يعذبوك يقطعوك في النهاية بتطلع في النهاية بتشوفوا الهوى في النهاية بتجي تحكي تقولنا عذبوني فسولي لكن أسه بتخش تاني ما بتطلع بتخش تاني ما بتطلع تحكي لي عن قصص وعن إحنا زمانك وغرفة الأشباح والله إجازة الله إجازة أسه إحنا ندعي على منه ندعي على منه الآن إحنا الله إجازة منه الآن لا في حرية لا في سلام لا في حد في مجموعة بتاعت ناس ما عندها مستلمة السلطة بالرجال ودائرة تحكم بالسلاح وإحنا قاعدين 19 ديسمبر طلعنا عشان شنوط طيب طلعنا عشان حرية سلام وعدالة ولا كضب ولا سايقيننا لما نقول لكم الصورة مصنوعة بتزعله لما نقول لكم صانعينكم صناعة زي ما قال ابراهيم الشيخ نحن الصورة قال دفع فيها والله ما دفعت ريالت بالعكس ساركت من الصورة يا ابراهيم الشيخ يا غزر الصورة دفعوا فيها المختربين عشر مليون مخترب كانوا بوردوها مليارات المليارات شالوها ناس غنوا منا نهبوا منا بالنسب الصورة دي صناعة الشعب السوداني عشان شنو عشان يعيش ما صناعة زول لكن إنت لو ما طلحت ورجحت بلدكم التاريخ هيكتب عليكم حاجة واحدة أن الصورة اللولة ما حقتكم والله العظيم الصورة اللولة كان الصناعة حتى الغيادة الناس دخلتها صناعة حتى أي حاجة صناعة كل حاجة مزيفة عشان ما تطلع تحكي لنا قصة وكلام وين صورتك صورتك وين صورتك في الكضب والنفاق عملت شنو قدمت شنو للبلد عملتوا لنا شنو في البلد سوينا شنو لأهنة أهنة جيعانين ما لاقيني يأكلوا بيحكمنا نفس الدكتاتور بيحكمنا نفس الجاهلة الأم القذر قاعد يحكم فينا بيحكمونا الناس الما عندها أخلاق الناس الرمونا في النيل كتلونة بيحكمنا نفس الزولة شايلة الصوت ما تغير حاجة طالعين احنا نتكلم طالعنا صورة والصورة عظيمة وياحد شايل السيء التلفون يصور فيه نفسي صورني وصورك وصورني وصورك ودي الصورة دي ما صورة صورة لنفسك أقعد أحكي وتونسوا بها في جهوة واشربوا لكم شاي واشربوا لكم ونقولوا صورة لكن ما في صورة صورة ما في ده كله طلس كله كذب كله صناعة كله حاجة مصنوعة أي حاجة ما رتب أي حاجة مصنوعة استخدموكم طلعوا بيكم في السلطة موضوع انتهى موضوع انتهى لا في صورة لا في أحزنون لا في جن حمل لأنه ما في صورة في العالم بتقوم برجع الزولة الغاتل بيحكم دي أول صورة في العالم ما في صورة في العالم قامت رجع الزولة كتل الناس ذاته وحكموا دي صورة شنو في صورة بتنجح بيطلع فيها الزولة الغاتل بيحكمه ولو خمسين عشرة في المية نجاح بيطلع الزولة الغاتل ما في زولة الغاتل بيطلع يحكم شعبه تاني لو احنا قمنا صورة ولا في شرعية صورية ولا في حزنين الله يدي العافية ودي الوطن العافي الناس يتوحد لتلاتة يونيو ما عندنا نحن والله وزي ما قلت لكم حاجة بتوقفنا والجحاط فاكدنا بنكسل والله ما بنكسل والله ما بنكسل والله حنشتغل قلت لك الشغلة لو جابت لها أسلحة والله الشعب السوداني بيسلح لكن حكمنا حميتي حكمنا قحاحيط ما عندهون أخلاق ما عندهون شرف رمم حكمونا قحاحيط رمم نجوس ناس تافها ناس قزرة والله ما بتحكمنا والله لو قامت مش حرب أهلية تقوم حباب حرب الأهلية في النهاية الوطن بينضف حباب الأهلية تقوم والوطن بينضف لكن السي ما حنخش حرب أهلية لو ما طلعنا انت قال الناس القاعدين دي قاعدين بيه وطن وسلام وحرية والله الناس القاعدين نسي في السلطة والله قاعدين بيه عنصرية والله يا أوعى ليه وطنك قبل ما تتركب فيك السكين في ظهرك وانت ما عارف وانت تضحك تقول بكرة ماشي بكرة احلى والله السكنتة القافي ظهرك وانت معرفة تركبه فيك منه ياتو جيش تركبه فيك وياتو زول تركبه فيك الناس ديال كلهم ما فيهم زول خالي عنصرية مناوي قال الله نزل فيه العنصرية ناس جبريل وناس ديال دايرين عشان يحكم وهون عنصرية حيمتي جابهم بالعنصرية اتفق معهم بالعنصرية قال لهم احنا ليه اولاد الهامش نتكاتل في بعضنا ليه قال لهم ان احنا نتكاتل والشمالين ديال قاعدين ما بيتكاتلوا ليه ما في حرب في الشمال وإحنا الحرب الكلام دا قالوا له نوعه فت عيونك قبل ما تندموا ينتندم والله تزلة والله العظيمة القحاطمة هيت شنو القحاطمة ما عنده شرف وما عنده الدين ولا يمشي لشنطه وبيمشيش حد بسافر ربه وبيقعد وانت والله ديال شفت عنصرية يكوتلوك لانه ما عندهم حاجة مشروع وطني ما عندهم فكر جايين ليه بهم مبدأ شنو انه لازم يحكمه كلام لما قالوا احمد الضي ما كلام كذب لانه قالوا ليه لانه جابوا جابوا لما احمد الضي جابوا كلموا معاه انه لازم يحكمه والكلام دا حاصل الناس كله نحارفه عشان كده لما نقول لك جاياك عنصرية وايام سودة لانه اشوف الصفحات يتكلم عن حاجة بس حاجة عندهم حاجة يسمى عرب عندهم مرضى يسمى عرب عندهم عقدة كده جواهم بيقول لك احنا هنا ليه يوم طلح يمت يا عبد الرحيم دا قالوا قال لك شنو قال لك الجيش يمشي وين يمشي مره وليه ما قال يمشي الفاشل ليه ما قال قال لك مره وليه ده جواه حق ده كده داري فهمون انه احنا العرب احنا كعابين احنا العرب لانه بلدنا محافظين عليها ما قعد نشيل سلاح لانه بلدنا ما بنرضى فيها الحروب آي بيفهموهم كده جابوهم لك من السلام لسلام اللي شنو لك انت وانت قاعد عما الناس تفهم فيك ماذا دار تفهم نقول لك ماذا دار تفهم وفاكر برهان برهان ما عنده حاجة والله ما عنده فهم عبد المأمور الحكومة السياح خش الحكومة من حمدوك من وين من الهناي شوف من وين شوف عندك كم انت بمثلوك والله ما عندك زوج كده واحد معاك بيمثلك ما فيه والله العظيم وانت قاعد حارس وطن وطن وين دا الوطن بتاع المساوات طالعنا ليه دا الوطن بتاع الحرية عدالة طالعنا ليه دا الوطن دا ما وطن طالعنا ليه الان بتمكن فينا كم جيش سبعين جيش حركات متمردة علي جانجوي ضرب باطن متفقين علينا وإحنا قاعدين نتفرج ونقول وطننا وحنجيبه وإحنا نجيه للراكب راكب شنو والله جيل ما راكب ليه حاجة والله ما نراكبين حاجة لو إحنا نجيه للراكب راس والله يوم واحد حمدتي دا ما يقعد فيه صوت والله ما في وزيره خش اللي إحنا نختاره ما في حكومة جيل إحنا نجيبه كده واحد نين ثلاثة أربع لو إحنا فعلا نجيه الراكب راس لكن إحنا لا جيه الراكب راس لعندنا الراس عشان نركبه ولا عندنا فكرة عشان نركبه الراس جيل ساقين نسواقه بالخالة ساقونه زينا وزي أي قطيع أي زول ساقونه أنا زاتي ما ساقوني معاكم كلنا كنا عبارة عن قطيع ساقينه يطلعوا بين السلطة وقاعدوا دلدلوا رجولهم وقال لك مجزرة الغيادة منه جاك من عمر الدقير جاك خالس سيلي جاك حمدوق جاك دلما قلتوا بمصل الصورة وين وجي صالح وجي صالح البدباك على وسر الشهداء جاك مناع جاك محمد الفكي جاك انت بتحلم انت بتحلم دلدل ساقينك زيك وزي قطيع بيجوك في التلفزيون يخطبوا فيك يقول لك هاي والشهداء والشهداء لا عافي اللون شهيد ولا بقول ولا عندهم علاقة بشهيد عندهم علاقة بكورسي اشتركوا في القناة